يا غريب يا مظلوم كربلا السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزغراء سيدتي وسيدة نساء العالمين السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة السلام عليك يا قرين المصيبة الراتبة وجهت سلامي إليك صلوات الله عليك وجعل أفئدة من الناس تغوي إليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة فقل لنزار ما حنينك نافعون الله يرحم سيد حيدر الحلي شاعر الحسين وأديب الطف والمدافع عن مظلومية أهل البيت وقل لنزار ما حنينك نافعون ولو ميت وجدا بعدهم وتحسرا حرام عليك الماء ما دهام موردا لأبناء حرب أو ترى الموت مصدرة وحجر على أجفانك النوم عن دمين شب السيف يأبى أن يطل ويهدره أتغدأ عين الطالبي وحولها جفون بني مروان ريا من الكرة أللعيش تستفق النفوس مضامة وما الموت إلا أن تعيش ألا بكر الناعي ولكن بغاشم جميعا وكانت بالمنية أجدرة ثوى اليوم ثوى اليوم كأن اليوم قتل الحسين كأن اليوم قتل الحمزة كأن اليوم مات رسول الله اليوم ماتت فاطمة قتلت فاطمة قتل علي قتل الحسن هكذا كانت تقول السيدة زينب عليه السلام حينما دخلت على أخيها الحسين وقالت اليوم مات جدي رسول الله ماتت أمي فاطمة مات أبي علي مات أخي الحسن على اعتبار أن الحسين يمثل كل هذه الصفوة العظيمة المقدسة من الحسين ثوى اليوم أحمى غا عن الضيم جانبا وأسرعها عند الحفيظة مخبرا وأطعمها للوحش من جثث العداء وأخطبها إلى الطير ظفرا ومن سراء قضى بعدما رد السيوف على القناة وصارمه فيا وفي الموت الثراء فإن يقضي ضمآل التفطر قلبه يا أبا عبد الله فإن يقضي ضمآل تفطر قلبه فقد راع قلب الموت حتى تفطر وإن يمسي مغبر الجبين فطالما ضح الحيار في وجه الكتائب غبر سطبيغه مفرود ينظر عزو توقوما أذم اللعطية رحمة الله عليه سطبيغه مفرود ينظر عزو توقوما واخوانا وبلي عمي على حر الترب نوم إلى يم الخيام نظر ولا صوب العد حوم اقلهم يا حزب سفيان أنا وحدي ولا لعوان قطرة ما ينيل أغفاء اقرأوا يا عاي هذا الماء مغرمي واغل تموت عطشان دعا غعلى الوطي يفراش حيهم ما يشيل الميت عزرائيل ظل يصرخ يضنوة حيدر شويت سيفك ما يشيل والد ابقى بضرواح ومشلت ترمي العصبة الشيطان صارت فايضة نيران ما ظل بالجحيم مجايا من سيفك يا ابو السجاد منهم غدت مليان يومي يلا بمغلدة وتخر لصفوف فوق الترب وفراش هاي زعنات وسيو مكسور قلب على الخيام والدمع مذروف وامفطر جبدو ثلاث تيام عطشا مدعين للعركة اعين على الصواوين ونظر على الشاطي ونظر على المطا سيفة يكثر ويخير ويعلي الواحد اثنين والأربع واحد يناغ ضمها بالاسنى قحة مخلى الجيش يغيط طلب ملاجي والشمس غابت والعجاء جسد الدياء اقرأ اقرأ وعرج على طور المغير لله ناجي يا ربنا للشرح وإن نام وس قرب شتريد ابو علي دين الودا لازم اجا اغد في احلاج والدار كوعد المكي الصور احوجاج يا ربنا ما لي بععد في العمر حاج وانظر الام مجاغ لي او تعبد او ذا ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم بما ان هذا المجلس معقود على روح هذا السيد الشاب المؤمن خادم الحسين عليه السلام وعرفانا لخادمي ابي عبد الله الحسين وخدمة ابي عبد الله الحسين وهذه السلسلة الزاكية من السادة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمده وان يتغمد الموتى من اهل هذا البيت وانتم اعرفوا بهذا البيت وبهؤلاء السادة العلويين سأل الله ان يغفر له ويغفر للماضين منهم وان يأخذ بايدي الباقين في خدمة ابي عبد الله الحسين وان يطيل في اعمار الجميع خصوصا القائمين على هذا المأتم المبارك الشريف المقدس بما ان هذا المجلس يتزامن في انعقاده مع ذكرى عزيزة على قلب رسول الله ومشجية في نفس الوقت لقلب رسول الله وذات شجون من جهة واشجان من جهة اخرى وهي ذكرى شهادة الرمز العظيم سيدنا ومولانا وشافعنا ومقتدانا ابي يعلى الحمزة ابن عبد المطلب عليه وعلى ابائه وعلى رسول الله قبل كل ذلك واهل بيته افضل الصلاة والسلام الحديث عن الحمزة هذا السيد الهاشمي العظيم ونحن نؤبن هذا الولد الشاب المؤمن خادم الحسين لا يفوتنا ان نذكر ما ل الحمزة ابن عبد المطلب من مآثر ومن مقامات عظيمة وهنا اعترف متصاغرا امام الوصول الى عظمة هذا العظيم لان الوقت ونحن ونحن محكمون بالوقت ثانيا محكمون بالقصور والتقصير في بلوغ وان عرفنا المقامات وان ادركنا الاحاديث والروايات فيما يرتبط بشأن مقامات الحمزة عليه السلام وان ادركنا جليا وواضحا التاريخ الظاهر والمقامات الظاهرة لهذا العظيم الا اننا سنحار في قضية وفي نقطة مهمة وهي دلالات هذه المقامات دلالات هذا التاريخ دلالات تلك المواقف التي جسدها المعصومون الاربعة عشر في اقوالهم وفي افعالهم وفي بياناتهم المختلفة بدءا من رسول الله ثم فاطمة ثم علي امير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين ثم كل واحد من المعصومين عليهم افضل الصلاة والسلام دائرة دار في فلكها اهل البيت وفي بيان عنايتهم سلام الله عليهم اجمعين لهذه الشخصية العظيمة شخصية الحمزة في الحقيقة لا يسعني الا ان اعترف متصاغرا وقاصرا ومقصرا عن ان اتناول في هذه العجالة من الوقت كل تاريخ الحمزة ابن عبد المطلب هناك مهم هناك اهم وان كان بيان تاريخ الحمزة في مراحله الاولى في نشأته في ولادته في تربيته في المرحلة التي سبقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ملابسات التاريخ في القضايا التي للأسف الشديد نقلت الينا من قبل المخالفين فيما يرتبط بشخصية الحمزة فصور الحمزة فيما قبل بعثة رسول الله وقبل اعلان واظهار اسلامه اقول اعلان اظهار حمزة اعلن واظهر اسلامه لم يكن بدء اسلامه حينما كانت تلك الحادثة او الحادثة مع ابي جهل حينما رفع قوسه سلام الله عليه والقى بقوسه على جبهة ابي جهل وشجه شجة منكرة كما يقول التاريخ وكما يقول العلامة المجلسي وغيرها من المصنفات والمدارك والكتب التاريخية هذا اظهار حينما قال وانا على دينه فيقول ابو جهل لقد سب الهتنا وسفها احلامنا وصار على دين غيرنا قال وانا على دينه بل انتم السفهاء حمزة يقول بل انتم السفهاء تعبدون الحجارة دون عبادة الله هذا دل على ماذا حينما يقول ويندد ويستنكر ان ابي جهل وغيره من اولئك الذين كأنما على رؤسهم الطير لما انشجه شجة منكرة قال له ردها علي ان استطعت وانك لا تفعل ثم اخذ يتضرع بالحمزة يقول ان محمدا سفى احلامنا وسب الغتنا وواوا قال وانت السفيه وانتم السفهاء اتعبدون الحجارة دون الله هذا يدل على ماذا يدل على قديم ايمانه وانما اظهر واعلن الاسلام فقط ابو طالب عليه السلام امره الله ان يخفي ايمانه الى اخر لحظات لحكمة حمزة ابن عبد المطلب امره الله ان يخفي ايمانه الى مدة معينة حتى يظهر ذلك كيف يكون الحمزة قبل البعثة انسانا متلهيا كما تصوره عدسة تاريخ اذا صح التعبير عدسة تاريخ المخالفين انما نأخذ بيان عظمة ومقامات ومنزلة هؤلاء العظماء من اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام فصاحب البيت ادرى بالذي فيه حينما نقرأ تاريخ هؤلاء العظماء تتبدل الصورة التي هي في ذهنية المسلمين عموم تاريخ المسلمين عن انه كان متلهيا وكان صائدا للأسود صيد الأسود لا ننكره في التاريخ لحمزة حمزة كان يصيد الأسود كان في مرات ومرات اذا دخل مكة كانت الليوث والأسود على كتفيه وهو يدخل لكن هل تساءلنا هل سبرنا غور التاريخ لنرى هل كان حمزة والعياذ بالله متلهيا في صيد الأسود ويمكث طويلا كما يمكث الكثيرون في صيد السباع والغزلان والصقور والشاكل من ذلك كما اثر عن ملوك الدنيا وسلاطين الدنيا لكن حمزة لم يكن كذلك ايها الاحبة هذه واحدة من ادوار الحمزة قبل البعثة اقرأوا قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف رحلتان في العام يقومون بهاتين الرحلتين رحلة الشتاء وين يروحون يروحون لليمن انها اكثر دفئا هي مناظر التجارة فقط اكثر دفئا اكثر العوائل تطلع من مكة على اعتبار مكة منطقة في برودتها قد يغلب عليها في ذلك الزمن فكانوا يخرجون الى اليمن وفي الصيف كانوا يتوجهون الى الشام على اعتبار اجواء الشام وما شكل من ذلك القوافل التجارية كذلك الى فهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم هاي امنهم من خوف ذي للسورة المبارك امنهم من خوف انتم تعتقدون هذا الاعتقاد والمسلم يعتقد هذا الاعتقاد ان الله سبحانه وتعالى يجري الامور في عالم الاسباب نحن عالم الدنيا عالم الاسباب والمسببات هو الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف صحيح رب العالمين الارادة عنده ولكن باسباب من اسباب الامن الذي كانت تعيشه القوافل العربية في رحلتي الشتاء والصيف اهل المكة كانوا يستغيثون بسيد البطحاء سيد الابطح بطحاء يعني مكة كان يجلس عبد المطلب على الجبل فيقسم ارزاق الناس بامر من الله وكان رسولا وكان نبيا وكان من اوصياء ابراهيم هذا عبد المطلب وابو طالب هل لما يعرف خليعرف هؤلاء مو اناس عاديين تمام سيد البطحاء كذلك عرف هذا اللقب لابي طالب عليه السلام فيأتون الى عبد المطلب انت سيد البطحاء قوافلنا مهددة عوائلنا تهدد اذا رحنا الى رحلة الشتاء واذا رحنا الى رحلة الصيف ما الذي نصنع ما الذي كذا فكان يؤمن قوافلهم وعوائلهم وكل قافلة تخرج ان يبعث الحمزة الى الابطح ليكون سببا في امن الناس الناس من شنو يخافون من شيئين من قطاع الطرق الحمزة ابن وجدتها ومن السباع والاسود والحيوانات المفترسة فعرف عنه منذ نعومة اظهاره من كان عمره ثلاثة عسنة انه مدافع هذه احدى ادواره في مكة هل تقرؤون هذا عند الاخرين اقرأوه في تاريخ اهل البيت دور من ادواره انتم تسمعون بحرب يقال لها حروب او حرب الفجار وليس الفجار لا حرب الفجار يعني شنو يعني اكو اشهر حرم نطق بها القرآن اشهر الحرم ذي حجة و ذي ذي افوا ذي حجة والمحرم وصفر وشهر مستقل وهو رجل ممنوع واحد يعقد فيه حرب ممنوع واحد يطالب فيه بدم وان كان الدم على حق ممنوع ممنوع كالذي يدخل الى البيت الحرام ما يجوز اللي يخترق هذه الامور المسلمة اقرها الاسلام بعث الوئتم من مكارم الاخلاق اقرها الاسلام هذه منه اربعة حرم زين فكان الذي يخترق هذا الامر يواجه بحرب سميت بحرب الفجار الاعتبار ان هذا الانسان يهتك حرمة هذه الاشهر وابو جهل انتهك هذه الحرمة حمزة ابن عبد المطلب كان واحدا من المدافعين عن حرمات الله ذلك ومن يعظم حرمات الله ذلك ومن يعظم شعائر الله لاشهر الحرم من شعائر الله احد المدافعين الحمزة ابن عبد المطلب عليه السلام لما رجع وصنع ابو جهل ما صنع مع رسول الله كان يصلي فاخذ سلا جزور سلا يعني احشاء الجزور ناقة جزور كانوا يرمونها للكلاب والخنازير فاخذ جمع منها والقاه على رسول الله ووطأ رسول الله صلى الله عليه وآله على رأسه فتأثر الناس لذلك من يمنع جارية لأبي يعلى جارية للحمزة وقفت بإزاء رسول الله تبكي الحمزة كان من عادته إذا رجع من من حماية القوافل يعني هذا يعني حماية الثغور معنى ذلك كان من عادته أن يأتي يطوف بالبيت ويرى الأمور ثم يرجع إلى بيته جاء فرأى الجارية تبكي ماذاك قالت أدرك ابن أخيك فلقد صنع به أبو جهل ما صنع فجاء كما قلت لك في بلاية الأمر ودخل وهو في منتدى من كبار قريش وعمد إلى أبي جهل ورفع قوسه وشجه شجة منكرة وقال له ارجحها علي إن قدرت لم يستطع وقال قولته وأظهر إسلامه دور من أدواره أنه يدافع عن القيم دور من أدواره أيضا أنه كافل للضعفاء ألا تسمعون هذه الرواية التي ينقلها المجلسي وغير المجلسي والمتقدمين والمتأخرين لما أصاب مكة قحط فاقترح رسول الله على الحمزة وعلى العباس أن يأتوا لأبي طالب لأنه كثير العيال وقليل اليد أن يخففوا شيئا من مؤنة أولاده فقال لو تركتم لي عقيلا وأخذتم الباقي فاختار العباس طالبا واختار الحمزة جعفرا واختار رسول الله علي الرواية تقول فقال رسول الله اخترت من اختاره الله لي عليكم علي بن أبي طالب الحمزة كافل للأيتام هكذا خطوة بخطوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه بداياته وما يكشف عن هذا التاريخ العظيم المراحل كثيرة في حياته ما يكشف عن هذا التاريخ العظيم إجماع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الآن هذه أدلة كثيرة أمامي أوراق كثيرة أمامي إجماع أهل البيت على عظمة الحمزة عليه السلام إجماع إجماع مو شي طبيعي يعني إجماع وين هل إجماع هذا في احتجاجات أهل البيت علي يحتج به في الشورى ويذكر عمه الحمزة في الشورى الإمام زين العابدين يحتج به في مجلس يزيد بن معاوية ويقول منا أسد الله وأسد رسوله الرواية عن إمامنا الباقر عليه السلام حينما جاء لعلي ليبايع قسرا وأخذ وعمته في رقبته ماذا قال قال وحمزته ولا حمزة لي اليوم وجعفراه ولا جعفر لي اليوم قالها رسول الله صلى الله عليه وآله قالها الحسين يوم كربلا قالتها زينب يوم كربلا قالها زين العابدين حينما أسر هذا احتجاج احضار اسم الحمزة في مثل هذه المواقف دل على عظمته بل التاريخ يقول والرواية عن أئمتنا عن إمامنا الباقر عليه السلام من أنه لو كان الحمزة وجعفر موجودين بعد رسول الله لم استطاع القوم أن يبعدوها عن علي السعدنا الرواية تقول إذا تكامل أربعون فناجزهم لأن هؤلاء يعتبرون جيشا بأسره حمزة وجعفر هذه رواية الإمام الباقر عن أمير المؤمنين عليه السلام لكن علي ابتلي بالضعفاء من بني غاشم حينما يقول وحمزتاه ولا حمزة لي اليوم كما قال رسول الله حينما وقف على جسد الحمزة قال من يأتيني بخبر عمي الحمزة لما قتل فقال الحرث ابن سمية أنا يا رسول الله أعرف موضعه فأقبل الحرثو ابن أو الحارث أو الحرثو على اختلاف التصحيف فأقبل الحرثو ابن سمية ورأى الحمزة أراد أن يرجع ما قدر كشونا خبر الرسول بهالحالة ما أقدر فرجع ماذاك سكت يبكي قال يا علي أدرك عمك وأتني بخبر عمك فجاء علي ورأى ما بالحمزة من آثار مشوة قطعت هند وجعذعت أنفه وقطعت أيديه ورجليه ومذاكيره وكبده القضية القضية الكبد لا هناك شيء أخطر من الكبد يعني شنو شنو أمورها يعني غير هالقضايا هما هما هذا طريقتهم يعني فراد علي أن يرجع ما استطاع كيف أخبر رسول الله بذلك رجع علي ورأى رسول الله ما في علي من تأثير ومن أثر ومن تأثر فجاء بنفسه ولما وقف أمام الحمزة بقى بكاء عاليا الإمام زين العابنين عليه السلام يذكر هذا المعنى سأذكره النبي وقف قال والله ما وقفت موقفا قط أغيظ عندي من هذا المكان والله لو ظفرت بهم لأمثلن بسبعين منهم فنزل قوله تعالى وفي رواية قيل أن المسلمين قالوا ذلك نزلت الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم وإن تصبروا فهو خير فقال رسول الله صبرت على ذلك الصبر أكثر مرارا شوف رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذكرون أن حبشي رجع وأسلم وكذا لا 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 نبي ما قبله أصلا لا تريني وجهك خلاص انتهى موضوعه وما شاكل من ذلك في قلبه حسر الإمام زين العابدين فيما يروى عنه حينما نظر إلى عبيد الله بن العباس بن علي قال لا يوم أعظم على رسول الله من يوم أحد قتل فيه عمه الحمزة ثم وقتل جعفر ثم بيّن مقتل الحمزة مقتل جعفر ثم قال ولا يوم كيومك يا أبا عبد الله ولا يوم كيوم الحسين ثم بعد ذلك ذكر أبا الفضل العباس أسألكم بالله ذكر الحمزة وذكر جعفر وذكر العباس في النهاية دل على ماذا احضار هؤلاء دل على ماذا روايات وروايات اقرؤوا رواية اجتماع رسول الله أطلب البيع من ثلاثة بيعة الرضا يسموها علي وفاطمة والحمزة ليلة أحد وكيف سلم حمزة لولاية رسول الله ولولاية علي وأهل البيت ولمقامه أيضا اقرؤوا نحن أمه يجب أن تقرأ لماذا هكذا يقف على جسد عمه متأثرا وإذا رجع يقول إلا الحمزة لا بواكية له لأن صفية وبنات بني هاشم ونساء بني هاشم كنا ينتظرنا أمر رسول الله لا يتقدمنا على رسول الله قال إلا الحمزة لا بواكية له فبدأت صفية ومشت إلى جسد الحمزة بتلك الحالة أخو الترى أخاها ابن أخ يرى عمه هاي كلها تمثلت في كربلاء وين تمثلت في كربلاء ابن الأخ يأتي على جسد عمه ها وين هذه تمثلت مثلت يوم أن جاء زين العابدين لا قدم صفية تقف على جسد أخيها الحمزة ها وتبكي بكاء شديدة رأت بتلك الحالة لكن هذا الموقف ممكن يقارن بموقف زينب عليها السلام بنهاشم وياها صفية بتعبد المطلب شقيقة الحمزة علاقة قوية بالحمزة مو بس شقيقة لا علاقة علاقة عظيمة الآن تراه بتلك الحالة اقرأوا في التاريخ ماذا قالت وكيف كان حالها وكيف كان وضعها رغم أنها تعلم أن الحمزة لم يقطع رأسه لم يفضخ رأسه العباس جرى عليه التمثيل قطعت يداه قطعت رجلاه كل ذلك جرى ثم يأخذها رسول الله يأخذها علي أخذها أرحامها أبناء وأخيها يرجعونها بس زينب منه اللي رجحها زينب منه اللي تكفل بيها أنا رايحة لعباس قعد صفية جاءت ما قالت اقعد قوم ترى ما عندي كافل اقعد قوم ترى ما عندي محامي محاميه رسول الله موجود علي موجود كلهم موجودين بس زينب أنا رايحة العباس أقعد وركب اجفوف اقرأ زلدة وقل الحرم صارت ابشن تقدمت تقول الرواية وقفت على نسج من الترام ش قالت قالت عباس يا راح الشيم يلا اقرأ اياي يا الشايحة علومة لا 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 بعد ما اصار انت صاحب ونة معهودني على الونة عباس يا راح الشيم يا الشايحة علومة من هول يباري محملي لون مت هالنوم يلا وياي لا حد على باختك ترضى بيزر اختك يلا جميع جميعنا نوحى ولا واحد عليه غنغر يوم اللي ذي اسبوها والعزر سلبوها عباس يا خوها يلا عباس عباس واويلة واذا تلتفت اليه تقل يا وفي الذم هذا ملعطيها تقل يا وفي الذم ويا صيوان الحرم والشهور هذا العتب من ضيمي يا بفاضل مهو من قصر دريت بقطعة جفوفك دريت براسك المشطور بعين تأملت جسمك على الشاطي مقطعين لكن قل الشارة الحرمة الغريبة لو سدع لغة مثل ضيمي الجرع لختك تخاطب غير واليه لو رادت يا خوية نوح ش تقول بن واعيه الحزن ساطي بدلالي والمعاتة بعناوين واذا النداء يأتي من العباسة بلسان الحال اتعدبين يا زينب علي ناري نكتة اوه اتعدبين يا زينب علي اه انا وين رات وين نيدي اتعدبين وانا على الشريح مقطعيني لو تنظرين الحال ويبوني وزجري وخوة للي بايا روني بوداعة الله مشيت عنك خوة يوم اشبعت وداع من هذا موقف موقف اخر زين العابدين لما انجا على جسد عمه العباس مثل موقف النبي ويا عمه الحمزة وقف على مصرع العباس قال الغم بعد واحد جزان اوفاقات قال له لبطل ظل على المسنة نادوا بجتعين يجري العبرات يا منسوق الحرايب مرخص السومة يا مفاضيين يا عمي عقب عينك يسرت نعداك هذا الواق ما تنهض تشيل الواق اهلو بيتين فيهم جار الورى وعليهم صبت القوم البلايا يا الله اللهم انا نسألك وندعوك نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والمعصومين التسع من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله فرجا عاجلا غير عاجل قريبا كلمح البصر اوه اقرب من ذلك يا كريم عجل اللهم في فرجه مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من انصاره وعوانه وأودائه ومن مقوية دولته وسلطانه في غيبته وظهوره من اجتمعنا لشأنه وسببه الهي بحق الحمز وليك بحق الحمز سيد الشهداء اللهم تغمده في واسع رحمتك هذا السيد الشاب المؤمن خادم الحسين وتغمد من مضى من آبائه وعمامه ومن عشيرته ومن مضى من اهل هذا الجمع المبارك الشريف اللهم جاء في الارض عن جنبي وأصعد اليك بروحه الى روحه وارواح موت الحاضرين والمستمعين والمتابعين نسئم الى ارواح الشهداء والعلماء الربانين وخدمة ابي عبد الله الحسين ومن وجب حقه علينا ومن لم يذكرهم ذاكر في هذه الساعة بلغه وبلغهم ثواب الفاتحة والصلوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة